التدخين نيوزلندا تتخذ إجراءات تدريجية للقضاء على السجائر في المستقبل قررت الحكومة النيوزلندية حظر بيع التبغ للأجيال القادمة في محاولة للتخلص من التدخين بشكل تدريجي ولن يتمكن أي شخص ولد بعد عام 2008 من شراء السجائر أو منتجات التبغ وفقا لقانون من المتوقع أن يدقل حيز التنفيذ العام القادم أمر جيد تشكر عليه دولة نيوزلندا أعتقد بأن لديها حرص شديد على صحة الأجيال القادمة لديها بالفعل خطة متكاملة من أجل القضاء بشكل تدريجي على شرب السجائر خاصة وأن كثير من الأطباء يتحدثون عن أضرار السجائر على الصحة العامة لذلك كانت هناك تدخلات حكومية ووضع تشريعات تمنع الشباب الصغار والقادم وبقوة لكي يكون هو مستقبل دولة نيوزلندا لذلك وضعت تلك الإجراءات الرقابية الحازمة يعني مع الأسف الشديد هناك أناس يحاولون استهداف الشباب في العالم الإسلامي والعالم أجمع بتوزيع المخدرات بنشر المقاطع الإباحية في محاولة لضياع هؤلاء الشباب لكن قطعا على الحكومات أن يكون لديها مسئولية اجتماعية وأن تتصدى لتلك المحاولات وأن تقف بجانب هؤلاء الشباب وأن تعمل بالفعل على نهضة الأمة وأعتقد بأن أي حكومة يكون لديها مثل هذه التوجهات على غرار حكومة نيوزلندا فإنها بإذن الرحمن ستحقق التقدم والنجاح لأنها إذا ما نظرت بعين الاعتبار لأمثال هؤلاء الشباب فإنه بإذن الرحمن سيكون لديها شباب قادر على العمل على أن تتقدم دولته